أؤكد أنه باعت هيبة الدولة ولكن باعت لمدة أسبوع فقط عادت هيبة الدولة بعد صدور هذه القرارات إذن شي اللي لاحظناه وشي اللي عاشناه أفواني شي اللي عاشناه خلال الحفل لنعرفوه نهائي كاسة الجمهورية يعني حضور الجمهور حضور لعبين أبرز لعبين أو يعني أحسن الفرق الفريقين المسيرين أحسن الحكام وكذلك السلطة بهيئاتها نعرف أنه القوة تعلن الجزائر تكمن في مؤسسات الدولة هذه القوة وبالتالي كانت هذه المؤسسات حاضرة في هذا الحفل نهائي كاسة جمهورية لما كانت حاضرة كسلطات مدنية أو عسكرية بمعنى أنه كان الشاب كان الجمهور كان اللعبين وكان المشاهد الكريم كذلك يتابع بهذا الحفل الكبير البهيش وسلطة الدولة كانت موجودة ولكن التصرفات التي عشناها خلال أو في نهاية المقابلة يعني مست بهيبة الدولة طيب هذه هيبة الدولة التي تعود كما تقول بإصدار هذه العقوبات هل تعتقد بأنه هذه العقوبات كانت صحيح نابعة من قرارات رياضية فقط أم أنها لها بعض الطابع السياسي في الحقيقة ناخد قسمين فيه قرارات ذات طابع رياضي أو كانت في إطار رياضي وفيه قرار كان قرار سياسي القرار السياسي هو مدى الحياة أو العقوبة مدى الحياة بالنسبة للمسؤول الأول بطبيعة الحال هذه العقوبة لا بد أن تكون لماذا؟ لأنه يتحمل مسؤوليته هو المسؤول الفريق وبالتالي العقوبة تكون خارج الإطار رياضي وبالتالي معقول وهو السيد عمر غريب فيما يخص القرارات الأخرى اتخذت على أساس أدلة بعد تقارير حاكم المقابلة أو حكام أو يعني مساعدين تأوى وبالتالي هذه تعتبر قرارات رياضية قرارات رياضية وبالتالي تبرص عادة هيبة الدولة عادة هيبة بطبيعة الحالة سأعود لك مراد بطاجين ولكن سيدريف هذا عمر غريب قبل المباراة كان شخص مقرب باسم ولودية العاصمة يتحدث في جميع المنابر الإعلامية مقرب من كبار المسؤولين في الدولة اللي الآن راهم يقولوا عليه بللي شخص متمرد وأساء لهابة الدولة البعض يقول بأنه كان من المفروض أن نتعامل مع الأمر بمجمله قبل ما نعاقب عمر غريب فلنعاقب من دعم عمر غريب حتى تحول إلى صاحب قرار داخل الدولة وليس فقط المولدية راك في قلب الله في قلب الدلاء لا لا شخص مت هذه لا شخص عمر غريب يعني كما يقوله الكرامقب من دعم عمر غريب فالحق عمر غريب ولكن يسAI يساعد لذيب ال revealsة يجب أن يقول6 أعلى سترسل والجمه لديهم السيسام سبورتيف ويسي رسپنساب لفيدراشن ويسان بريزيدن والناس اللي في المحيط نتاع السياسة نتاع رئاسة الجمهورية نتاع البرمير مينيستير نتاع السؤولان اللي قاعدين وراء اللي شوزوا يجدوا خياتنا تكمل هات شيلوا سنة اللي هلا والناس اللي تبعوا الرياضة وغاء كما أخي مراد ووليدين بولاد بوالتاجين يعرف نماشي مليون مات من الفين واحد من هاللي السؤولان ترك جو بتتروع هذا كل وقت سيراشي ما عرف أخذ المسؤولية يعني بشفته مناسر كما كنا نعرفه يعني يتخلف الليش ولا ولكن من بعد من بعد أخذ واحد التاريقة اللي يعني مكشل العقل الرياضي اللي يقبلها حب يدير ودارها ومعرفش يديرها اللي يرجع مولودة الجزائر كحزب سياسي ها النتجة نتعليهم سببها تحويل الفريق الرياضي إلى حزب سياسي ها النتجة نتعليهم مستعليك على محاولة عمر غريب أنه يربط بعض الأمور مثلا يقول باللي أنا دعوت اللاعبين باش ما يطلعوش المنصة الشرفية لأنه المنصة الشرفية بدون رئيس جمهورية لما تسويس لك اسمعناها قبل النهاية قبلها بيومين يعني رجع المستشار رجع لبورت بارول انتع لبريزان داري فريق قال الرئيس رايح 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 جايد ذو شو وحتى عد ما عبسوه حتى عد ما عبسوه لا لا قوة سياسية لا قوة تعتها لا بوليس لاوانو مخلينو هاكذا كذا شو ده سحيل تكلم هاكذا شوفه الناس اللي وراهني مخلينو يتكلم هاكذا شوفه نتكلم شا هاكذا شو ده من فارع شوفه نوصلنا شوفه نوصلنا شو بالنتعنا ونوصل يعني اه نادي تاريخي ونوصله يعني اه من من على ثمي السنين ان شاء الله اه يقف القرن هذي هي يعني لا شلام هذي الناس اللي وراه هالشي يقفون وراه اه لا نعطيك وحديه متل يا حمي مولي ديك دار شو انا ملا يشبه لك اه 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 سيمورها دي في سراء احسني مني في هذي الشي ده سي لاو نشوف يعني الليعني اللعب اللي يعني ملسن ده شلام رئيس لا الحكومة يستنى يعني في اللاعبين بنهي اللعبين في ها يطلع لها مولي عرس نهاية عرس مولي عرس رئيس الاتحادية رئيس الاتحادية هو اللي يروح يروح يعني للميدان وبالخصوص يعرف هذا الشي يعرف عمر غير ميح كان يروح في المغرب رح ضيف رح ضيفون يعرف من يدان هو اللي يقولون عرب لي الساودي شار كتير ما نفهمش أنا ما نفهمش خلى وزير لو مولوديا هو اللي يروح ويتبادل وهذا أسوأ شي لأنه وزير ليس زياد على أنه وزير ويبادل معه جمهورية ممتاز سيموراد يقال بأنه